طيب عايز سألك سؤال انت لو بيت سمو سماني وعندك مباراتين في الدولة يوم السابت والاربا وعندك بعد كده يوم لاتنين مبارات نهاية أفراك وعندك لعيب النهاردة جرز انظار كده محمد الشنوي خارج بشد او اجهات في العضلة الخلفية تضحي او بلاش تضحي تاخد الرزق وتلعب لعبين أسيين ومهمين في فريقك المباراتين القادماتين ولا تريح اللعبين الكبار اللي انت هتعتمد عليهم بشكل كبير العماد الأساسي زي يقولوا في مبارات نهاية أفراكيا تريح ولا تلعب وتاخد الرزق اختيارين كلا هما مر يعني الحقيقة ما فيش اختيار هو الصح في المطلق تمام وارد تريح وجاهز وتعمل وفي النهاية لقدر لا تخسر فاينال أفراكيا بصفرة حاكم غلط وارد يعني الحقيقة ما فيش حاجة في النهاية كورة يعني ولكن القرار السيف او القرار الاكثر امانا ان انا اقل اللعبين الاساسيين او الكبار او اللي انا هتعتمد عليهم فاينال أفراكيا اللي هما بالنسبة لي في خططي يعني بالنسبة لفاينال أفراكيا احاول اقللهم بقدر الامكان مش علشان الدوري مش مهم اطلاقا هذا الدوري هو الاهم للناد الأهلي واكاد يكون الاهم بمسير البيتسو موسيماني لانه هحدد مصيره مع الناد الأهلي مستقبلا جمهو الناد الأهلي يعني ما بيرضاش بخسارة الدوري مرة واثنين والكلام ده وراء بعض انت مسام تدخني في حياتات جدالية يعني بيتسو موسيماني لو خسر الدوري السنة دي وخذ أفراكيا حتى لو خذ أفراكيا التالتة اه اه عادي يمشي هو الاهلي المفروض انه يضحي ببطوله عشان يكسب واحدة تانية اصدار لا معروف يعني ان الاهلي بيدور على كل البطول انا دايما اقول حتى لو دورة لمضانية الاهلي عايز ينزل يكسبها بالزبط بس يعني التلاتة دول مش هيشفعولوا في اي لحظة من اللحظات يشفعولوا مفيش مشاكل بس في النهاية خسارة دوري المصري بنفس السيناريو للسنة التانية وان انا خساره في المباراة اللي من نوعية زي نوعية النهاردة زي نوعية طلاق الجيش زي نوعية سيراميكا زي نوعية المصري لما تكتل وقف فيها جول من ضربة ثابتة الى اخير والمباراة اللي فقدت فيها هيا كل دي شبه الاسماعيلي السنة فات والجونة السنة اللي فاتت البنك الاي نفسه السنة اللي فاتت الى اخيره والانتاج الحرب اللي استبعت معاناة رهيبة في الدهائق الأخيرة أسوان الهابط الاثنين الهابطين عانيت معاهم دجلة كمان الاهلي كسبوا اثنين واحد بالعافية سهل فاتت موسيماني امام الفرق اللي في النص التاني من الجدوى اللي يعاني موسيماني تاريخه كله مع سان داونز في الدوريات اللي فاز بيها في جنوب أفريقيا بيلعب انت بتلعب تلاتين مطش في الموسم هناك في جنوب أفريقيا يعني بتسعين نقطة متاحين موسيماني يكسب الدوري بخمسة وخمسين نقطة مسلا يعني بيفقد أكتر من تلت النقاط انت لو كان نادي أهلي هنا فقدت أكتر من تلت النقاط بتلاقي نفسك في مركز الرابع مش هتلتت على التاني حتى فطبيعة المنافسة مختلفة الراجل مش قادر يكيف أمور مع طبيعات المنافسة الراجل بعد اخسر دوري سال فاتت خرج اقسم اني عرفت الدوري المصري وعرفت والآن فهمت طبيعة المنافسة اللي شايفينه دلوقتي انت بتكرر السيناريو وبحى زافيره بالحرف اللي حصل السنة اللي فاتت بيتكرر السنة دي الطبيعة الكرة فيها مكسب وخسارة ممكن تخسر الدوري عادي ولكن تكرار فعل نفس الشيء مرتين أو أكثر مع انتظار نتائج مختلفة دي أزمة كبيرة موسيماني حاضط نفسه فيها مع جمهور الناد الآخر وهي دي أزمة الحقيقة مش انه بيخسر الدوري بيخسره بنفس الطريقة وانت بحلفت لنا وأكدت لنا انك اتعلمت وهي دي المشكلة الكبيرة صحيح